موسيقى 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 حياكم الله الدوالي هي العروق الزرقاء الضخمة الممتدة بالساق أو الفخذ وقد تكون على شكل شعيرات بسيطة حمراء وزرقاء تظهر نتيجة توسع في أوردة الساق وفق خلل في نظام تصريف الدم الوريدي ويختلف شكلها ومضاعفاتها وفق نوعها ومرحلة الإصابة بها لكن السؤال الكبير ما أعراضها وكيف نتخلص منها للمزيد ينضم إلينا في السوديو الدكتور ياسر ناجي استشاري الأشعة التداخلية أهلا بك معنا صباح الخير دكتور أكثر من 40% من الناس قد يكون معرضون للإصابة بدوالي الساقين والأهم أن النساء أكثر عرضوا أيضا بهذا الموضوع خليني أفهم منك كيف تحدث الإصابة وما هي الأسباب الرئيسية أول متشكر جدا على استضافة تحياتي لحضراتكم السادة المشاهدين مشكلة الدوالي قبل ما جاءب على سؤال حضرتك أنه مرض شائع جدا 40% من الناس المشكلة التانية أن لو إحنا سبنا في مراحلة متأخرة يمكن أن يكون عامل مشاكل كثيرة للمريض الحاجة التالتة التي أرى أنها مهمة جدا أنه عندنا خرافة أو المث بتاع أن علاج الدوالي غير ناجح لأنه ترجع تاني فالعيني يقولك لأ أنا حسابها لأنه عارف أنه لأ علاجتها ترجع تاني الدوالي زي محرك قلت أنها عبارة عن أوردة بوسعة سببها الأساسي ما حدش يعرف إيه السبب الوحيد الرئيس المسبب بالدوالي لكن في عندنا عوامل كتيرة مجتمعة لو معظمها تكون عند العيان عرض أنه يحصل للدوالي زي أكثرها شيوعا وأهمية العامل الوراثي سنلاقي أن في عائلات يعني السيدة أو الراجل يقولك أنا مثلا والدي أو والدتي أو خالي أو عمي عندهم دوالي فتلاقي أنه أكثر وإحنا أثبتنا في الطب أن في جينات بيحصل فيها بعض الخلل فدي بتؤدي إلى ضعف في الجدار بتاع الوريد سواء النسيج الضام اللي بلم الخلايا في بعضها أو العضلات فيها ضعف فبتوسع فالوسع ده يما هيترجم على شكل بيدي السيدة حتى لو ما فيش فيه ألم أو لو ده زاد الوسع ده هيسبب بقى الخلل في وظيفة الوريد فبدل الدم ما يتحرك من تحت الفوق لأن الوريد مسؤول عن رجوع الدم وبدل ما يرجع الدم من تحت الفوق فقط هيبدأ يرجع في الاتجاه العكسي فهيبين في الصمام يبقى الصمامات بازت وبالتالي زي ما بين عندنا في الصورة الصورة العالمية الصورة العالمية دي الوريد الطبيعي الدم ينزل من تحت يتحرك لفوق عشان فيها الصمام لكن لو وسع الوريد تمدد بسط الصمام حيبوز في الدم يطلع وينزل فالعيان لما يقف يبقى الدم يرجع على رجليه فيقول لها حس التقل ووجع في رجليه وكلام ذا كله فبتبدأ كل المشاكل من الرجوع يبقى هو المرض أساسا الوسع واللي ممكن يبقى في الحالة البسيطة عند السيدات بقى مدائق في الشكل بس لكن لو المرض ضع لماذا السيدات أكثر من الرجال؟ هرمونات أولا الهرمونات التي في السيدات تساعد على وسع الأوردة بالإضافة لأن السيدات التي يحملها في علاقة مباشرة بين الحمل وكسرة وجود الدواء التي عندها سيدات هل معنى ذلك أن توسعة الأوردة شيء ليس بصحة وبالتالي مثلا لأن بعض الرياضات قد تكون على العكس على العكس الرياضة من الحاجات التي ستعصر بالضبط لو لدينا استعداد وراثي وقام بقى معه العامل الغير وراثي وهو قلة الحركة ويجب أن تكون موزيعين وإحنا كأطباء نأخذ بالنا سيقعد كثير ويقف كثير من غير ما يحرك رجل حسن المشكلة حرمنا يا دكتور سلام عليكم لأن يحصل إيه لو أنا عندي استعداد أن الوريد واسع شوية فإن لو أدت له فرصة الركود الوسع مع الوقت يزاو ووسع أكتر 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 يحصل الصمم يضوز فالعلاج أنني أتحرك كثير كل نصف ساعة أو ساعة أو أمشي أو الرياضة فالحاجات كلها بتعصر الوريد وبالتالي بتمنع أنه يحصل فيه ركود ويمنع لا لا كمان الأكسان هذا التوسيع أنت بتوسع الشرايين الرياضة وكما تتوسع الشرين ويحصل تضفق كثير للدم فلو الوريد كمان سليم يبقى يجي الدم في الغزة يغزي العضلات ويرجع ثاني الوريد السليم فميحصل شيئي مشاكل طب لو تحدثنا عن عدة علاجات دكتور يمكن في بعض الأشخاص يقول الجوارب قد تفيد في هذه الحالات إلى أي مدى هي فعالة ومدى عن الأشعة التدخلية يمكن هي أحدث التدخلات دون جراحة خلينا نتكلم عن تفاصيل العاجات بشتة أنواعها وطبعا الحمد لله الحمد لله أننا نقول 30-40% من الناس عندهم دوالي ليس معنا أنهم أن 30-40% يحتاجوا علاج جزري أو علاج سواء جراحي أو جراحي لا الحمد لله بنقول 10-20% بس من المصابين طبعا دي حتلها الرقم ضخم لو تخيلتي مثلا دبي 10% من الـ يوجد عندنا 300 ألف بني أدم محتاج للعلاج النهاردة هذا صعب فصعب جدا طبعا لكن نقول أن العلاج الأولي يبقى شرب الطبي في بعض الناس يلبسو أدئي فترة أدئي أولا ممكن بعض الأعراض تختفي بالنظام السليم أن نشجع العيان على فقدان الوزن الوزن من العوامل المهمة جدا في الدوائل نشجع العيان على الأكل الصحي لأن العناصر الفكهة والخضار فيها تريس ألمنس بتبقى كويسة للحركة الأوريض في بعض الأدواب نديها العيان برضو بتقوّل جدار وريد مع الرياضة فبقى أن العيان أنا كويس أنا تحسنت على الأعراض دي أو على العلاجات الغير جراحية أو غير تدخلات حتى العيان اللي حفضل عنده بقى واجعة بالرغم من هذا بنصف للشرب الشرب يبقى شرب طبي يتقاس بدرجة معينة بحيث أنه يقفل الوريد من برة كي أن واحد ماشي معاك يضغط على الوريد يمنع رجوع الدم فيلبسوا العيان الصبح ويقلعوا بالليل بالليل أشكلته طبعا في بلدنا الحارة الناس كلا يستحملوش وبيضايق وبيخنوق أيضا الجراحة ماذا عنها؟ تدخل الجراحة بدقيقة الجراحة طبعا جراحة النزعة ودي اللي دلوقتي العالم كله بحاول يتفاداها إحنا في عندنا منشورات أكدت من الجامعية الأمريكية الجراحة العوية الدموية والجامعية الأمريكية علاج الدوالي إن بفضلوا القصاطر أو الأشعة الداخلية عن الجراحة لأن 40% من الحالات بعد الجراحة بترجع ده غير إن هي برضو جراحة فتح جروح عملية إقامة في المستشفى لقينا أن أشعة تداخلية بتجيب نجاح بيوصل إلى 90% 95% والعين بروح بعد ربعا أيو إيه يتفاصيلها دكتور أشعة تداخلية الأشعة تداخلية هو هو تدخلات قليلة تبجور زي ما نسميها فإحنا في تدخل الدوالي زي ما احنا شايفين عندنا دي أسطرة الليزر أسطرة رفيعة جدا جدا نهاية عدة قطرها 2-3 ملي من فتح 2 ملي في الجلد تحت إرشاد المجوات الصوتية ندخل الأسطرة والأسطرة هيدخل جوه الوريد نتحركها لغاية أول الوريد نشغل الأسطرة هتحرق الوريد من جوه ويطلع حرارة عالية بنسيح الوريد في بعضه فزينا شايفين في الصورة هذه الأسطرة طلعة فوق وبعدين توصل عند المكان المناسب وده كله تحت إرشاد المجوات الصوتية وكل ده على فكرة والعين صحي يعني أسهل أسهل بزبط يعني مخدر موضوعي وبتطلع الأسطرة نحن الوريد نطلع يلبس العيان شرب أسبوعين وينزل يمارس حياته طبيعيا نذهب إلى أسئلة المشاهدين هذه أسئلة عامة لجواب عليها باختصار إذا تكرمت هل بالفعل دوال الساقين تنشأ بالنساء أكثر من الرجال تقد جاوبنا على هذا طبعا ما الوقاية منها؟ الوقاية المهمة جدا أننا زي ما قلنا ما نقفش أو نعود حتى الناس يقولونك أو نزل التحت ففيه احتقان ما نقفش أو نقعد من غير من نتحرك بالفترة طويلة الحاجة التانية تشجيع على الرياضة والأكل الصحي استفسار آخر دكتور هل دوال الساقين مؤذي على الرغم من تسببه لألم في بعض الأحيان؟ طبعا نقول الألم لو ما تحسن شي سواء بالشراب أو بالعلاج التحفظي لازم يلجأ للمتخصص لأن الألم هذا معناه أنه احتقان الاحتقان لو سبناه بندخل في مشاكل الوريد اللي لا قدر اللي قد تصل إلى القرح الوردية وقد ألف ألف بعد الشهر قد تصل في الحياة المتقدمة إلى البدر طيب سؤال آخر دكتور حب أعرف علاج يكون فعال وبدون جراحة نحن تكلمنا على فعلا أن العالم كله يدلوتي بتتجه إلى عدم استخدام الجراحات حتى زملائنا متخصصين في الجراحة العواية الدموية عارفين الكلام دوات وبدأوا ومعظمهم يستعمل القصطر إذا تركنا هذه الدوالة وشخص أهملها ماذا تفعل المدى البعيد تأثر على أعضاء طبعا أولا الجلد ما كانه سيحصل فيه لون البني والقرح وبعدين القرح ممكن يجي بعدها تجلطات سطحية والجلطات السطحية ممكن تعمل تجلطات عميقة وألف بعد الشر ممكن تروح للرقة وممكن تتسبب في وفاة المريض ده المتقدم جدا جدا الحمد لله نحن بقاش نشوفه في وجود نظام صحي متقدم في البلدان لأنه في بعض البلدان ما يعرفون للأسف للأسف للبلدان اللي فيه هاش نظام صحي ده بيحصل بنشوف وفيات من الدوالي وبنشوف بطر من الدوالي القرح لما تلتهب وتكبر وتوصل للعظم والتهاب وتسمم يمكن بقينا نشوف سن أو أعمار صغيرة دكتور يعني عنون من الدوالة السقينة ليس فقط كبار السن أو من تقدم في العمر الليزر السطحي هل يفيد في بعض الحالات من الشباب الليزر السطحي الليزر التجميلي أنا ديما بقول بنستعمله في الأحجام التي لا نستطيع دخول فيها بالإبرة لأن الحاجات اللي هي الصغيرة اللي عند الستات اللي بديها بالشكلة دي بنحط فيها إبرة رفاية قوي وبنحق المادة رغوية أو مادة سائلة فعلا بتكوي الوريد من ذلك تنتشر في المنطقة كلها وبالتالي أقل ألمان الليزر السطحي ده أولا مؤلم وبعدين زي ما بنقول بيحتاج ببريد يكون رفاية قوي علشان تقدر تغطيه في كالسة واحدة دكتور ياسر ناجي استشاري على إشاعة تداخلية شكرا جزيلا لك يعطيك العافية على كل هذه المعلومات شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة